بالطحين واللبن الطازج والملح والفلفل والهاتف الذكي تسوق غالية أبو سعادة لطعام الكيشك التقليدي في غزة والذي كاد أن يندثر وطبعه عبر منصات التواصل الاجتماعي لسكان المدن الذين تخلوا عن عملية إعداده منذ سنوات لاستغراقها وقتا طويلا الكيشك هو عبارة عن خليط غذائي قد لا يعرفه ولا يعرف قيمته الكثيرون بل بالكاد قد يكون سمع به لكنه منذ عشرات السنين يعتبر مكوناً أساسياً في بعض المأكلات البسيطة لدى كثيراً من العائلات في القطاع خاصة تلك التي تقطن في المناطق الريفية والبادية وهو إرث متوارث عن الأجداد والآباء وله مذاق خاص أنا حبيت أن أحافظ على هذا الإرث القديم المتوارث عن الأجداد والآباء لأنه في كيشك الفلسطيني له نكهة ومذاقه الخاص وأنه كان ثرات فلسطيني قديم بدل ما يندثر وإننا حبينا نطور هذه الأشياء وطعام الكيشك الذي يتم تسويقه في الأسواق الشعبية لقى إقبالاً كبيراً من قبل الناس وساعد الكثير بالحصول على مصدر دخل مقبول ومحاربة البطالة يتم تسويق منتج الكيشك في الأسواق الشعبية وعن طريق الإنترنت خاصة أهم إشي أنا استفدت منه أنه بتسويق عن طريق الإنترنت ولقى إقبال واسع بشكل مشطبيعي من الناس هذه الأكلة الشعبية أساسية في الزيارات العائلية كما يتم شحنها إلى بلدان أخرى عندما يتم طلبها من قبل الأقارب والأصدقاء الساكنين خارج فلسطين إيه اللي جريبه في ألمانيا كانت هي أولادها وما زال أولادها بعد ما يتوفت بيطلب الكيشك وبرحوله على ألمانيا بالسعودية لما بيحداً بيسافر من هنا سواء حاج سواء معتمر سواء زيارة عادية بيبقى أخذ لجرائب وكيشك وقطع الكيشك يسهل تخزينها لفترات طويلة ويمكن استخدامها لإعداد أطباق مختلفة بما في ذلك السلطات ويعد ذات قيمة غذائية عالية احتوائه على بروتينات موجودة في اللبن والقمح تساعد على نمو خلي الجسم وخصوصاً العطلات ويعمل على نمو العظام عند الأطفال وعدم هششتها عند الكبار احتوائه على الكالسيوم الموجود في اللبن إلى ذلك يضم الكيشك الألياف الموجودة في حبوب القمح بالإضافة إلى الأملاح المعدنية التي تشكل عنصراً مهماً في تنظيم عمل الجهاز العصبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر